بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design نستكمل معن Chapter 2 Engineering Materials Selection of Materials أو اختيار المواد The selection of proper materials for engineering purposes is one of the most difficult problem for the designer من المشكلات اللي بتواجه الديزاينر هو اختيار المادة المناسبة للأغراض الهندسية اللي هو بيقوم بعملية التصميم الخاصة بيها The following factors should be considered while selecting the material أثناء عملية اختيار الماتيريال المناسبة بنأخذ هذه العناصر في الاعتبار أولها Availability of the material اللي هو أن المادة تكون متاحة وموجودة بكثرة وده طبعا بيسهل من عملية التصميم وأيضا من عملية التصنيع وبينعكس على التكلفة في النهاية النقطة الثانية Suitability of the material for the working condition عندي فيه ظروف تشغيل أثناء عملية service أو عملية الخدمة للجزء ده فيه أثناء lifetime الخاصة بيه الworking conditions ديه ممكن أن هي تكون wear مثلا تآكل يبقى لابد أن أختار مادة تقاوم التآكل ممكن أن هي تكون اهتزازات مثلا vibration فالvibration ده هي المفروض أن أختار مادة تتحمل vibration زي shock absorber أو مص الصدمات في السيارة ده كله بيتعرض ليه أثناء service أو أثناء عملية الخدمة للجزء أثناء lifetime آخر حاجة the cost of the material أو التكلفة بتاعة الخامة المفترض أن ده بينعكس على سعر الجزء أو سعر التصميم في النهاية آآ أنه التكلفة ممكن تكون تكلفة عالية وممكن تكون تكلفة منخفضة يعني المسألة مسألة compromise ما بين cost وال design نفسه بحيث أنه ما يبقاش عالي التكلفة بالطبع أول حاجة من الخواص الخاصة بالmaterials اللي هي physical properties أو الخواص الفيزيقية الخواص الفيزيقية دي طبعا تم اختبار المواد بشكل مكثف جدا وتم إنتاج نتيجة هذه الاختبارات في tables زي اللي احنا شايفينه ده هنا مثلا بيحددني المثل والخواص الفيزيقية زي density melting point thermal conductivity coefficient of linear expansion أو معامل التمدد الحراري هنا thermal conductivity الموصلية الحرارية لدرجة الانصهار density أو الكثافة الخاصة بي طبعا التابلز دي بتساعدني في عملية اختيار المواد للتطبيقات المختلفة احنا عندنا طبعا عارفين الالومينام والبراص من المواد الموصلة جيدا للكهرباء وللحرارة أيضا عشان كده بنستخدمها في أسلاك توصيل الكهرباء عندنا الستيل طبعا بتحمل إجهادات عالية كل تطبيق بستخدم له المادة المناسبة عندنا مثلا الالومينام والبراص بيستخدم فيه الهيت رادياتور أو الريدياتور اللي بيبقى موجود فيه السيارة طبعا نظر لارتفاع سعر البراص فحاليا بيستخدم من الالومينام نظرا لأنه ايه الثيرمال كوندكتيفتي بتاعته عالية فبيعمل هيت ديسيبيشن أو تشتيت للحرارة بشكل سريع أيضا الالومينام والبراص كانت سابقا بتستخدم فيه الأواني المنزلية لكن لارتفاع أسعارها ولأغراض صحية صار استخدام الستانلي ستيل أو الصلب المقاوم للصدق في التطبيقات المنزلية ده طبعا بالنسبة للخواص الفيزيقية نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله موسيقى